لازم نحدد نوع علاقتنا زوجية وانطورها عشان تكون علاقة نجحة ومتزنة التطوير المستمر للعلاقة والصبر والمثابرة فيها أهم حاجة لازم نعرفها وليه أهمية كبيرة جدا 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 الدراسات بتقول زي دراسات الأمم المتحدة للعام 21 بتقول إن النسبة 83% من الأزواج استمروا في برامج تدريبية لمدة من 6 إلى 12 شهر اتحسنت علاقاتهم الزوجية يعني الناس اللي تعرضوا لأدوات بتخليهم يطوروا حياتهم الزوجية حياتهم بقت نجحة ونسبة النجاح كانت أعلى في الدول اللي عندها ثقافة بتدعم قيمة الأسرة زي الصين وكوريا واليابان ده كله ده في تقارير الأمم المتحدة وجدت كمان نتيجة مسح وزارة التضامن الاجتماعي العام 21 وجدت إن نسبة 81% من الخلافات انخفضت بحضور الزوجين لخدمات الإرشاد الزوجي وبالنسبة لينا احنا بقى في مركز الإرشاد الزوجي في دار الإفتاء المسارية وصلت نسبة الرضا عن جلسات الإرشاد الزوجي 96% يعني حصل إن الناس لما اتطوروا فرحوا ورضيوا ووصلوا للسعادة وده شيء مهم جدا 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 في مسألة التطوير الزوجي إن نسبة الرضا عن التطوير عمل التأثير إيجابي في حياة المتزوجين والتطوير في العلاقة الزوجية لازم يكون مبناء على أسس سليمة وأشياء بتشجعنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله من التسويق يعني لازم البناء ده نهتم بي جدا 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 إن هو نهتم بصناعة السعادة الزوجية وعشان نقدر نحقق مهارة التطوير الزواجي دي محتاجين ناخد شوية خطوات أول خطوة هنقولها بسرعة جدا 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 وتخليكم مركزين معايا ويا ريت ولا أو ألم عشان ده مهم أول حاجة التفاهم والاحترام يعني يجب إن يكون هناك تفاهم واحترام متبادل من بين الزوجين أسمع بعناية لأراء ومشاعر شركة الحياة وأقدم الحلول اللي متعلقة بفاهمه باحترام شديد حتى لو كنت مش متفق معاه أول حاجة التفاهم والاحترام تاني حاجة التواصل الفعال أنا أقول تسع نقاط بسرعة التواصل الفعال يعني الزوجين عشان يقوموا بتطوير العلاقة الزوجية لازم يبقى عندهم مهارات التواصل الفعال مع شركة الحياة ويقاح للعوج ويحاول كل منهم إن هو يكون صادق وبيتعامل بانفتاح في التحدث عن مشاكل واحتياجاته والآخر يسمعه ويسمع كمان بعناية اللي بيقوله شركة الحياة هو ده التواصل الفعال تكون منفتح وصادق وفي نفس الوقت تسمع بعناية الحاجة التالتة الاعتناء بالعلاقة الخاصة أو العلاقة الجنسية الاعتناء بالعلاقة الجنسية وتلبية احتياجات شركة الحياة في الجانب ده في الجانب بيعزز العلاقة وبيعزز القرب العاطفي ما بين الزوجين لازم وما نكسفش ولازم نقول كده رقم أربعة والزيك احنا دايما بنكلم عن العلاقة الخاصة انه هو الغائب الحاضر الخفي الذي يدير المسألة من الخلف بعد كده رابع حاجة الاحتفاظ بالرومانسية لازم ننساش جدا 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 الكلام الحلو والعاطفي في العلاقة وأخصص الوقت عشان نخرج مع بعض ونستمتع مع بعض بلحظات مين قال ان العاطف كانت محصورة في الخطوبة ده أكتر حاجة بتقوي الروابط الزوجية وبتطور وبتخلي الناس مستعدين يطوروا حياتهم الزوجية هي العواطف الدافع العاطفي والمحفز العاطفي من أهم الأشياء وده يجي بالكلام الحلو وبالغزل وبالتعلق ده يحصل كده فالإنسان يبقى مستعدل ده رابع حاجة ان احنا نحل النزاعات بناء ونبني الجسور بيننا وإيه اللي حاصل نبني الجسور مش نبني الجدران لما نتحدث عن النزاعات لازم نتحدث وإحنا بنحاول دايما نبني الجسور ونفكر في المشكلات بالحلول لكن بناء الجدران بيني وبين شريك حياتي هيعمل إيه؟ هيعمل مزيد تتنقل التحديات إلى مشكلات ثم إلى أزمات لكن احنا لو بنينا الجسور عنا نتجاوز الأزمات مع بعض والتحديات ونكون إيد واحدة دايما خمس حاجة وده شيء مهم جدا لازم نفكر بإيجابية نحاول دايما إن احنا نتجنب ننغمس بالمشكلات المشكلة حصلت في الماضي ما تسيطرش علينا وتبقى هي دي ما صرنا المشكلات اللي حصلت بيننا مش نهاية العالم لكن إيه اللي حصل لكن بداية التفكير الإيجابي المشترك مع بعض فنقعد ونتناقش إزاي يكون كل واحد فينا جزء من الحل مش جزء من المشكلة سادس حاجة إيه اللي حصل لازم الامتنان وتوجيه السناء والتقدير يا سلام على الامتنان ومساعدته للإنسان التطور فكل ما قدم كل واحد فينا السناء والتقدير بشكل منتظم زي رسول الله صلى الله عليه وسلم كده ما يمتن للسيدة عائشة إيه لا تكلموني عن عائشة فإني لا يأتي الوحي إلا وأنا في حجرها رسول الله يمتن للسيدة عائشة وإيه اللي حصل هذا الامتنان يمتن للسيدة خديجة ويستمر الامتنان حتى بانتقال السيدة خديجة يبقى أنا لازم أمتن وأعبر عن تقدير وامتناني بشكل مستمر سابع حاجة لازم بقى فيه تخطيط المستقبل بدون تخطيط المستقبل على فكرة عن انتظر التطوير في أي اتجاه يعني لو ما كناش منتكلم عن نعمل إيه مع بعض بكرة بكرة عن نعمل إيه أولادنا عايزين ندقلهم أنا مندارس عشان إيه اللي يحصل فينا طب إحنا الاتنين هنقدر نساعد بعض في إيه إيه اللي هدف اللي إحنا عايزين فيه حاجة اسمها الأهداف الزواجية وأنا بحب جدا 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 ما يبقاش طرف طموح قوي والطرف التاني مش طموح خالص لكن نقرب نحاول الشخص الطموح يحاول يشارك في طموحه وشريك حياته عشان هما الاتنين يساعدوا بعض على وضع أهدافه وشاركة ويبقى طموحهم مع بعض تامن حاجة إن احنا نقضي على الروتين